بلدات الحمد النهاردة عمل مباراة محترمة كابتن أحمد عبد الرقوف ممكن أقول تخلص من بعض أفكاره اللي بيصمم عليها دايماً إنه هل عم مباراة ما يفتح مع أي منافس والنهاردة قدر يحد من خطورة النادي الأهلي معظم أوقات المباراة خلينا نقول إن إحنا تفكرنا في المباراة قبل التسعين دقيقة كان حاجة ولما شفنا المباراة نفسها في أحداثها كان حاجة تانية كابتن أحمد عبد الرقوف لما شاف المباراة الأولى اللي هو طبعاً اتغلب فيها خمسة واحد من النادي الأهلي غير أفكاره كلها بالنسبة أن هو بيلعب قسم كبير وشاف لما هو لعب أوبن جيم قدام النادي الأهلي ولعب كورتو اللي هو عودنا عليها من بداية الموسم وبدأ أنه يشتغل بلد أب طول المباراة قدام النادي الأهلي يستقبل خمس أهداف غير أفكاره ما كانش في حسابات النادي الأهلي اللي برداتي يلعب بالشكل ده لأنه ملعبش تقريباً طول الموسم بالشكل إحنا شفناه الفرقة بتلعب كومباك طول 90 ديئة الفرقة كلها تحت الكورة قفل كل المساحات على الأطراف اللي في العمق خنق النادي الأهلي زي ما بنقول بلغة الكورة النادي الأهلي ما كانش عنده حلول الحلول اللي كانت موجودة في الملعب الأهلي ما استغليهاش تصويب من خارج منطرة الجزاء ما شفناش ولا تصويبه استغلال الكورات السابتة لحد ديها 87 ما كانش فيه أي استغلال تعالوا نجيب بعض الحالات للنادي الأهلي اللي كانت موجودة والشكل الدفاع اللي ظهر بيه بلدية المحلة يقولك اللي انت هتواجه نفس الشكل ده في المنشاط كتير خاصة القنضام الترجي في أوقات كتير تعالوا نشوف دي ممكن أول 15 ثانية لنادي الأهلي نفس الأسطوب اللي بيلعب بيه كولر كل المباراة الضغط على المنافس من أول ثانية شكل نموزاج للنادي الأهلي في عملية الضغط طب هل يستمر الكلام ده مع مرور الوقت ومع مرور الحالات يا كريم لو نمشي حالات بسرعة وراء بعض هتواجه نادي الأهلي بدأ أنه هو يستسلم للشكل الدفاع بتاع بلدية المحلة 11 اللعيب كلهم تحت الكور كل 11 اللعيب بتوع البلدية تحت الكور لعيب النادي الأهلي لما يجي له كورة الضغط ما بيبقاش من لعب ولا 2 بيبقى من 3 لعيبة صح البلدية فضل مكمل بالشكل ده طول 87 ديال حد ما استقبل هدف التعادل وممكن ده كان شكل وكان إنزار واضح لمارس الكولر إن انت بعض الحلول اللي موجودة في الملعب أنت مش عاب تستغلها لأنه عن طريق التصويب من خارج منطقة الجزاء ما شوفناش ده طول 90 ديال أو لحد الهدف اللي سجله النادي الأهلي من الكورة السابتة بعد كده ما كانش ظاهر نادي الأهلي حتى في الشروط التاني فضل محافظ على نفس الأسلوب بتاعه فضل محافظ على نفس الشكل اللي كان بدأ به المباراة نجح فيه نجح فيه النادي الأهلي النهاردة لولى الظروف اللي هي خدمته في استغلال بعض الكورات السابتة داخل منطقة الجزاء والتحرقات النموذجية لعمل عمر كمال بإمكانياته الفردية داخل منطقة الجزاء ولعيب مش بيتفلسف جوا منطقة الجزاء وحلوله سهلة وسريعة لعيب ما بياخدش وقت إنه هو يفكر فبيساعد النادي الأهلي نرد على الفوز لكن فوز النادي الأهلي ما يخلناش اللي إحنا نقفل إحنا نشيد بالشكل اللي ظهر بفريق بلدية المحلة والنهج اللي يتبعه كابتين أحمد الضروف عشان يحد من خطورة النموذج